في هذا الفيديو سيكون تغيير في جهازك من ناحية الأيقونيات وهيكون في تغيير في جهازك من ناحية مركز التحكم وهيكون في تغيير في جهازك في شاشة القفل وهيكون تغيير في جهازك إلى الأفخم والأحلى ودائما التغيير يؤدي إلى يشين الواحد بتشجع الواحد بتنشط التغيير دائما كويس دائما لن يكون روتين هو 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 بزهج صح؟ فاليوم بدنا نغير في الفيديو هذا كونوا معنا اضغط لايك وهتكس الشاي وحطوا اللايك باصبع ايدك الصغير او باصبع ايدك الكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم من قناة ايهاب تي في كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين زي ما انتم شايفين اول حاجة طبعا هدول اليوم نيمين لان هم دنيا الليل نيمين هم بن ليل جملة حالهم بناه وشايف كيف لو ببالك عملنا زي في اصحى مش راضي يصحى طلع اها هاي وصحي وهذا اها قرر بيصحى هو بقول لك يعني انت صحيتني يعني سيبني انام خلاص روح نام خليني اجي نشوف التفاصيل اللي موجوده معنا ان هنا مركز التحكم اللي انت شايفه هذا هو عبارة عن مركز تحكم اه ايقوناتو دائرية تختلف عما كانت سابقا طلع البلوتوس طلع الكتم لقطة الشاشة طلع كيف الباقي كل هذا يختلف عما كان في الكلاسيك او الوضع الاساسي ون incompetent ونجي نطلع من هذا المكان ونجي نطلع هانا على الايقونات الايقونات ايضا تختلف الايقونات الدائرية الايقونات الدائرية بتكون على الاجهزة ال как يعني لما نجيب جهاز بوكو بيكون الجهاز اه على الوضع اللي كلاسيكي بيكون ايقوناتو مثل هيك. شايف كيف الايقونات هذي? هذي جهاز البوك اف خمسة. هاي بوك اف خمسة. هاي زي ما انت شايف? ايقوناته دائرية. تيجي بهذا الشكل. ولكن هذي الايقونات انا شايف احلى من هذي ايقونات. صح ولا لا? تمام. هذي الايقونات هي عبارة عن ايقونات ممكن نستخدمها في اجهزتنا. طبعا هذي كله من ايش محدث تشغل التطبيقات. في انكمان ايضا نيجي الان لشاشة القفل. هاي شاشة القفل. هانشيل هذي. هذه هي شاشة القفل. شاشة القفل هذي انا قبل هيك نزلتها عمجموعة التليجرام. عمجموعة الخلفية. وقلتلكوا ازا عجبتكم حطوا انها عجبتنا. فلاقيت انه كتير ناس حوالي مية واحد واربعين واحد حطين انها يعني اعجبوا بها. خلينا نشوف مين اعجب بيها. هاي قناة الخلفيات مية واحد واربعين واحد قلت لهم حطوا شعار النار هذا اذا ايش عجبتكم. فعشان هيك انا عملت فيديو قلت لازم اعمل فيديو لانه الجماعة ما قصروا. تمام تمام. هذا الكلام اللي احنا هنعمل على موبايلاتنا تقريبا. الوجه السادة اللي احنا عملناه قبل هيك في الفيديوهات. هذا مش جديد يعني عملناه قبل هيك في الفيديوهات على القناة. بالنسبة للمجلدات. هذا هو وضع المجلدات. بيعطيك الوضع الخلفية لبلور. لما انت تفتح المجلد وهذه من مشغلة التطبيقات. هلين اعجب جهاز اخر نعمل لي الطريقة. هينجيب الجهاز البوكو اف خمس برو. وهي الالترا خليها شقة. ونبلش بالجهاز الجديد. هندخل في تطبيق الثيمات في المكان على اليمين. اقصى اليمين في الاسفل. ونبحث في المكان هذا. نكتب سيركل يعني دائرة. هيزهر معنا سيركل هيو. بعد ما ينزل هنجي على تخصيص. هيكون في عنا شاشة القفل. والشاشة الرئيسية. والايقونات. وشريط الحالة. والنظام. هدول كل هم موجدين. احنا الان السيركل هذا اللي انت شايفه امامك. هنشيل الايقونات. وهنشيل الشاشة الرئيسية. ونعينه لشاشة القفل. من هذا المكان. مش من المكان الداخلي. لا من هذا المكان. الان صار عندنا هنا شاشة القفل المميزة اللي احنا بدنا اياها. كيف? لوزي معلم. ونجي على المكان نفسه. نبحث عن اسم هذا ثيم. اكلين. يو اي. بيجي معنا اكلين يو اي. نعمل له تنزيل. هنرجع رجعة ونرجع كمان رجعة ونيجي على المكان هذا ونيجي على ثيمات مخصصة ونيجي على شريط الحالة ونيجي على كلين يو اي. ونقول له تعيين لا ايش? لشريط الحالة. يعني مركز التحكم. الان اصبح لدينا مركز التحكم الجديد اللي حكينا عنه قبل شوي. يعني الان الشاشة تبقى في الموجودة. والان موجود مركز التحكم. نشوف اللي بعده. نيجي في المكان هذا في تطبيق الثيمات. ونبحث هنا فلات. فلات وايت. وايت. في عشرة. فلات وايت في عشرة. هيو. تنزيل. شايف كيف ما احلى الايقونات تبعتهم. هذا الايقونات هناخده. هذا ليش الايقونات فقط لا غير. تخصيص. ناخد من مكان هذا الايقونات هيتعين. دربال كل خط. اليوم هنعين خط. في خط هنعينه مع بعض. الايقونات هي موجودة. لاحظين. هاي الايقونات والانيميشن اللي انت شايفو موجود. عنا مركز التحكم. وعنا ايضا شاشة القفل. شايفين هذا الخط? هذا الخط هنحطه على موبايلاتنا. هذا الخط اللي انت شايفو هيكون معنا. هنيجي على الخطوط. نيجي على المكان هذا. ونيجي هنا في كلمة الخطوط. هذا الخط الرسمي او الخط الكلاسيكي اللي بيجي من اه شاومي رأسا بيكون في الجهاز. فنيجي هنا على السيرش على البحث. نكتب مي برو تو اي ار وبحث. هيطلع معنا خطوط كتير هناخد هذا الخط. ونعمل له تنزيل مجاني. طبعا هذا بيشمل اللغة العربية ما بيشمل اللغة الانجليزية. اللي عامله هيوها المكتوب هيو هنقول له تعيين. الان هيبقول لك تم التعيين بنجاح. نشوف تم التعيين بنجاح ولا لا. نيجي على الاعدادات. اي نعم هي تم التعيين. طبعا هذا بيتم تعيينه لكل الجهاز. ضل الخلفية. الخلفية الموجودة في قناة التليجرام. ممكن تاخد اي خلفية بتعجبك. احنا اخدنا الخلفية هذه. هنيجي على تلات نقاط ونقول له حفظ. نحفظ الخلفيتين. بعدين منيجي على المعرض. ونختار هذه الخلفية او هادي ما فيه مشكلة تعيين خلفية للشاشة تعيين للشاشة الرئيسية. ومنطلع من المكان هدا. بيتم تعيين الان الخلفية زي ما انت شايف. وايضا الخلفية هذه خليها بناشى نعيلة شاشة القفل. وبهيك امورك لوزي لوزي معلم. نلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام. اشتركوا في القناة